تزامناً وعملية الفتحة التدريجي الذي أقرته السلطات للشواطئ وفضاءات التسلية والمساجد وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططاً أمنياً وقائياً استثنائياً للمواطنين. وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططاً أمنياً وقائياً استثنائياً بالمناسبة يرمي إلى إضفاء جو طمأنينة والساكينة لدى المواطنين من أجل تمكنهم من الاستفادة من عطلتهم الصيفية بكل أرياحية. كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من التدابير الوقائي الإجبارية منها وضع القناع الواقي واحترام التباعد الجسدية. تصهر مصالح أمن ولاية الجزائر على مدى تتبيق صارم الخاص بالارتداء الإجباري للقناع الوقائي احترام والتنظيم التباعد الجسدي تنظيم أماكن ركن السيارات ووضع وسائل ومواد التطهير في متناول المواطنين ضمان الإنسيابية المرورية مع محاربة الجريمة بدون هوادة دون إخفال جانب التوعوي التحسيسي الذي يعد من أولويتنا حيث نسعى إلى رفع اليقظة الأمنية والصحة لدى المواطن باعتباره هو أساس. تحسبا لهذه التحضيرات سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر 98 شرطيا مدعمين بجميع الوسائل المادية والتقنية على 34 شاطئا عبر العاصمة. أن الشواطئ العاصمة ستعرف توافد كبير للمواطنين سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر 98 شرطي مدعمين بكل وسائل المادية والتقنية حيث سيصهرون على ضمان الأمن والطمأنينة. 34 شواطئ مرخصة موزعة إقليم الإختصاص على خمس مقاطعات إدارية ينضرج ذمن إقليم إختصاص أمن ولاية الجزائر. كل الظروف الأمنية والإمكانيات سخرت ولم يتبقى على المواطنين إلى تطبيق شروط الوقاية واحترامها تحت هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.